اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم هنا الجمهورية الجديدة يعني ايه جمهورية الجديدة؟ يعني توسعات عمرانية يعني ايه توسعات عمرانية؟ يعني تطوير عقاري وتطوير عقاري يعني ناطحات سحاب وناطحات سحاب يعني نايل بيزنس سيتي اول مشروع دخل مصر عصر ناطحات السحاب طبعا في العاصمة ادريال جديدة بعد البرج الايكوني ليه بعد البرج الايكوني؟ برج الايكوني يتبع الجهات الحكومية ولكن نايل بيزنس سيتي أول مشروع يدبع القطاع الخاص حضرنا معاهم Event Orientation Day عملوا إيه؟ قدموا دعوة لجميع شركات التسوية العقاري اللي في السوق العقاري بالكامل وقرروا أن هم يشرحوا العاصمة الإدرياء الجديدة ويشرحوا للناس اللي قاعدة ليه تقول العميل بتاعك ياخد الوحدة دي في المشروع ده وليه ما ياخدش الوحدة دي العميل يا جماعة لسه ما عندوش الخبرة الكافية أنه هو يعرف إيه اللي يسيده في العاصمة الإدرياء الجديدة هل يستثمر فلوسه في واحدة سكنية ولا واحدة إدارية ولا واحدة فندقية ولا يختار الموقع قبل أي حاجة محتاجين نوصله المعلومة كاملة عشان كده عمله Orientation Day لأطخم مول في العاصمة الإدرياء الجديدة وهو طبعا مول نايل سيتي سنتر مول نايل سيتي سنتر أكبر وأطخم مول في العاصمة الإدرياء الجديدة وتقريبا مش هتقرر تاني قرروا أنه هم يعملوا Event يشرحوا مميزات المشروع بالكامل عشان العميل يوصلوا المعلومة على أكمل وجه من البروكر اللي ممكن يبقى له الوحدة بس عملوا حاجة عجبتني قوي مو صلاح العقارات كريم عبدين مدير القطاع التجاري في شركة الناعي قرر أنه هو يشرح للناس يعني إيه عاصمة إدارية إيه الطرق اللي توصلنا للعاصمة الإدرياء الجديدة إيه المعالم اللي في العاصمة الإدرياء الجديدة اللي أنا أروح أاخد فيها وحدة عشان حجم الاستثمار بتاعي يزيد من خلال مرور الوقت تعالوا بينا نسمع بلسان مو صلاح العقارات يعني إيه عاصمة إدارية أول حاجة في العاصمة الإدرياء الجديدة ليه تحول مشروعك في إدارية ولكن مجينا للمشروع تاني كان برضو إدارية الجديدة اسمي تقال لنا دواعه محفظة قط مشروع إدارية الجديدة قط مشروع إدارية الجديدة الحقيقة احنا مؤكدين أن مطير إدارية الجديدة هي مطيقة راحلة مشاكل فقطة من ثلاث ورحلة في العاصمة الإدرياء وهي بإدارة الجديدة في عظيمة نهاردة خبر مجاربينكس دين عفين إن أهم حاجة في الوستوصفان هو القدر القدر دا وجودة في العاصمة الإدارية مرر واحدة بس دام تام في العاصمة الإدارية هي دام تام واحدة في الثلاث ورحلة ليه؟ خلينا نفض الضريطة دي نساء في العاصمة الإدارية ونتقرر على بخط نساء العاصمة الإدارية مربوطة كل جزء وبخط يمكن كتير من دينا اللي يتنفض بين الفرق من الـ من الـ الحقيقة ما هزاكت بكل الـ عن الفرق من التلاتة الفرق من التلاتة الفرق جواهات وبيوالينا إزاي عاصمة الإدارية مربوطة ونفض بكل شرط في مصر أول حاجة عندنا خط الـ جديد متأول قريب اللي استعادنا من عند نوطة السلامة خطة عدد مقصود بيعدي الشروق والأمور ومبادر والعشب نوطات ويضطوا لأصمة الإدارية بيقطعها بكام بلانتا متحطة كيس سلم متحطة كالدولية ويوصل لحت طريق عيد السفنة وصل قصة دينا اللي وصل لطريق عيد السفنة بيرتطبت اللي جاي من العيد السفنة وبيوصل لحت العرقين مروراً بالجيزة من الشيطان وبيوصل اسكترية والعرقين ويتكامل الحاجة ناسة قطوها قط حد هاردة الشروق وبدل والأمور وكل اللي جاي تحطت عدد مقصود ويضط لأصمة سباية الجزلة اللي جاي تسكترية والعيد السفنة بالكوبر جاي بميزد باركو عدد مقصود ده الثاني كم جاي بحطة يعطل بحطة قطع لطنع بيعدل وبيخطر الفكين المصري وبيخطر التجمع وبيوصل لعصمة كدارية في نفس المحطة الداخلية واصبح النهاردة جزء ده هو دكتر أي حاج دكتر العصمة كدارية هيفدد تحليقه هيفدد دوليد في العصمة الدكترية في القصة كان من ده نحن ناخد الضغطر من المشقوع على مدخل المدافع العاصمة الإدارية نعم لنا نعمل كدرة وليس هكذا ليه؟ فأنا ربما أستفقوا شروع على مدخل تتزايد الشتبالي مدخل تتزايد الجدوجي مدخل التهير الكتبيني مدخل في حوار الكمل كلها موقفة تميزة كلها موقفة جديدة ولكن أنا أتبطيها واحدة دمعاتي كل درمز رجعنا لكم تاني بعدما سمعنا من مصلاح الخريطة بتاعة العاصمة الإدارية كلها العاصمة الإدارية ليها أكتر من مدخل ليها أكتر من مكان مميز طيب ليه داون تاون؟ ليه وسط البلد؟ ليه حي الوزرات؟ ليه ساحة الشعب؟ كل ده تعرفوا مننا فهنا الجمهورية الجديدة طيب أنا شخصيا بتسأل سؤال يا دكتورة أستثمر فلوسي في وحدة سكنية ولا وحدة إدارية؟ ولا حتى وحدة فندقية؟ طيب أنا لو تخيرت في مشروع عندي وحدة سكنية ووحدة إدارية أختار إيه؟ تعالوا بينا نسمع بقى من خبراء السوق العقاري برضو من مصالح العقارات أستثمر إزاي؟ واستثمر إمتى وفين؟ في الوحدة السكنية؟ أو الوحدة الإدارية؟ تعالوا بينا نسمع النهاردة آآ العاصمة الإدارية كل اللي جاي العاصمة الإدارية كل اللي بيشتري في العاصمة الإدارية هدف الأول بيكون استثمار حدث دا فديرا الهدف منها استثمار سوف يشتري سكني أو يشتري تجاه ففي الصيب نهاردة العميل بتاع السكني أقنعه في الوبر يشتري إداري إحنا كالوصليين متعودين ما مدين؟ عيدا ستثمر في عقرات فروح اشتري شكل لأ النهاردة ببساطة خالص عبدالله بمسافة ووقفة خالص لو انا معي تلاتة مليون جنيه هاستثمره بيش شقة وما بيش مكتب هنا هيجيبوني ايه في الشقة وهنا هيجيبوني ايه خلينا ناخد مساف لتجابه على الموارة وحاجة للعاصمة الإدارية تلاتة مليون جنيه ممكن اشتري بيهم شقة سعر متراه خربستاشر الف جنيه هتجيدي إيجار اتناشر الف جنيه السنة مية بتاع رد عبقا يعني يزبط العائد اللي جاي اربعة وتمانية في العشرة يعني الزيادة السنوية بتاعت الشقة دي هتبع حوالي ستة لتبانية في المتياه زائد في الاربعة وتمانية وعشرة يبقى الاستثمار في الوحدات السامنية منجيب حوالي اتناشر ومص في المية في السنة الجنب ده واقع وموجود التجابع ومدراسة والاكسورية اللي لو دخلنا على ويكس وشوفنا سائل الشهر كاف وشوفنا الشهر بنتقدر بك طب خلينا ناخد على العكس كمانا ان انا نفس التلاتة مليون جنيه راح تشتغيه ونكتب في التجابع سعر متر التداري في التجابع تقديمه تفصين الف جنيه فبالتالي هجي المزاع على ستين متر الناس اللي اتشتمل في الريزة وفي الجرام متأسط سعر جدار متر التداري في التجابع بيبتد من تلتمية وفمسين جنيه وبيوصد احد تلتمية جنيه مترويد احنا ولا هناخد الي ساعر ولا هناخد على ساعر حسابنا على خبس وفرفين جنيه المتر خبس ومية وففين جنيه متر بcito اين متر يعني تلتة وثلاثين الف جنيه الشهر التلاتة مليون جنيه ممكن يجبولي تلتة وثلاثين الف جنيه وممكن هم هم يجبولي تلتومية وتلتومية سينيا وتسعين الف يعني عائد سنة والدهوتاشر وتلم من عشرة اللي روضة فى الشهرة مسارة تنمية والقشرة يعني زيادة سنوية مسارة سورية لحد قيدن اجبال عائد يوصل للقعش و visitor سمعنا ممو صلاح العقارات كريمة عبدين إزاي أستثمر في لوتي والوحدة السكنية العائد بتاعها الشهري والسنوي كام والوحدة الإدارية العائد الشهري والسنوي بتاعها كام طيب أنا بقى كامونا لو أنا تخيرت ما بين الاتنين هاختار إيه هاختار الوحدة الإدارية لو هدفي مش سكني هاختار الوحدة الإدارية ليه ممكن الشركة تعمل معايا عقد أو بروتوكول هي تبقى مسؤولة عن بقى الإيجار عن بيع بكون واصف إن أنا حتى لو خارج البلاد هكون بحافظ على حجم استثمار اللي أنا عايزه زيد بمرور الوقت بصراحة لو جات لي فرصة إن يكون فيه وحدة فندقية هفكر فيها بلا شك أعلى استثمار في العاصمة الإدارية الجديدة من وجهة نظري للأجانب للأجانب هي الوحدة الفندقية أما لو أنت عايش أو مقيم في مصر وعايز تعمل مشروع في وحدة إدارية دي حاجة بتاعتك أو محل تجاري دي حاجة بتاعتك لكن بتكلم عن اللي خارج البلاد عشان بيسألوني كتير جداً يا دكتورة ننزل نستثمر في إيه وحنرجع تاني هنسافر مش هنكون عايشين في مصر دايماً بقول وحدة فندقية الوحدة الفندقية ممكن تقدم لك شهر في السنة إنت تستمتع بالوحدة بتاعتك والحداشر شهر تأجرها لك ده حجم استثمار بيزيد وإنت متطمن ومحافظ على فلوسك وممكن كمان ما تنزلش ممكن الوقت كل حاجة بتعمل أونلاين ممكن تشتري منه إنت في البلد اللي إنت عايش فيها تعالوا بينا بقى نطلع فاصل ونرجع تاني إيهوا هتروحوا في أي حتة لسه مكملين أوريانتيشن دي لأضخم مول تجاري ترفيه عن نهر الأقدر مول نايل سيتي سنتر